لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك عشق السرعة بيعرفوا سيارات باغاني وخصوصا طراز هوايرا بي سي واليوم كشفت شركة باغاني رسميا عن طراز هوايرا بي سي روتستر النسخة المكشوفة اللي حتكون من أغلى السيارات الانتاجية حتى الآن وحتتميز بتصميم إبداعي ومحرك قوي وأرقام مذهلة تصميم هوايرا بي سي روتستر ما بيختلف كثير عن الطراز الأساسي باستثناء السكف المكشوف وغطاء المحرك بشكل جديد بالإضافة لزواء التصميمية على رفارف العجلات وتم بناء الشاصي باستخدام مادة الكاربوتانيوم اللي بتتميز بوزن منخفض جدا وصلابة عالية جدا وبيبلغ الوزن الإجمالي للسيارة 1250 كيلو جرام قوة هوايرا بي سي روتستر هتجي من محرك في تولف سعة 6 لترات الخاص بـ EMG واللي حيولد قوة هائلة بتوصل لـ 800 حصان مع عزم دوران 1050 نيوتم متر يعني النسخة الكشف هيعطي محركها 50 حصان و50 نيوتم متر إضافي بالمقارنة مع الكوبي وحيتم إرسال القوى للعجلات الخلفية من خلال ناقل حركة X-Track بسبع سرعات مع قابض مفرد خفيف الوزن هذا القابض حيكون خف بنسبة 35% من القابضة المزدوج التقليدي وحيتحسن الأداء أكثر وأكثر مع إطارات Pirelli P0 Trovio R المصممة خصيصا لسيارات باقاني بس للأسف ما أعنت الشركة عن أرقام التسارع والسرعة القصوى حتى الآن لكن نسخة الكوبي بتتسارع من 0 إلى 96 كم في الساعة خلال 2.5 ثواني وسرعتها القصوى حوالي 338 كم في الساعة وعلى الأرجح حتكون أرقام الكشف قريبة من هذه الأرقام وزي ما ذكرنا حتكون باقاني هوايرة بي سي روتستر من أغلى السيارات الإنتاجية على الإطلاق لأن سعرها حيبدأ من 3.5 مليون دولار أمريكي يعني في حدود 13.125.000 ريال سعودي وحيتم إنتاج 40 نسخة فقط من السيارة المذهلة أعزائي المتابعين شاركونا باراكم حول باقاني هوايرة بي سي روتستر في خانة التعليقات ولا تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد في عالم السيارات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة